طيب عندنا مشهد ما بيتكررش كتير بتصور ده كل كم سنة يعني لو لقينا حاجة شبه الحالة اللي معانا النهار ده ويحالة نكحة في لجان انتحانات السنوية العامة ظهر محمد علي عبد المعطي عبد الهدي أكبر طالب سنوية عامة السنة دي وكان يعني متحمس جدا انه ياخد شهادة السنوية العامة سنه ما منعهوش أبدا انه يدخل الانتحانات وانه يكمل حلمه بكل عزيمة بعد ما عدى الخمسة وخمسين سنة عشان يبتدي مشوار جديد تماما ويقف قدام مكتب التنسيق ويحلم بالكلية اللي هو عايزها واخد مجموع 258 درجة يعني بنسبة مئوية 63% جاب 63% في السنوية العامة بعد مرور 40 سنة على تخرجه من احد المعاهد الايطالية في مصر وحصوله على درجة دبلوم الصناعي قرر عبد المعطي انه يكمل المسيرة ألف مبروك ومحمد عبد المعطي بحييك على التحدي الكبير ده وبتصور ان انت كمان كان عندك تحديات تفضل الله يبارك في حضورياتك يا فندم مشرفنا يا أستاذ محمد لو سمعني انا مش عايزك تتوتر انسى خالص ان في تليفزيون وانا شايف ان الكتاب بتاع علم النفس والاجتماع وراك وانا كنت أدبي فانا متحيز جدا لده والمادة دي انا كنت بحبها ما جبتش فيها مجموع عالي بس ماشي الحال يعني جبت كم بافعل من النفس والاجتماع انا جايب 35 تقريب انا 35 من كم؟ اه من 50 من 40 ايه طيب ده انت جبت من 50 اه دي احسن مادة بقى اه لا مش احسن مني لا انا جبت على منك فيها طيب انا عايزة اعرف انا اعلى حاجة جغرافيا اتنين وخمسين ونص ماشا الله طيب انا عايزة اعرف يعني الفكرة دي طولت على بال ما تنفزت ولا كان فيه مشاكل او كان فيه عندك يعني امور تانية عايزة تحققها وتخلصها وتتطمن وبعدين تدخل بقى انتحانات السنوية العام والله حضرتك الفكرة دي كانت موجودة من قبل كده بكتير بس هي المشكلة ان يعني كان كل ما اجي انوي كل سنة يحصل حاجة فا اجل اجل لحد من ثلاث سنين بالظبط بنتي نارمان قالتلي خلاص يا بابا ممكن مني ذاكر مع بعض وبتاع هي في السنوية برضو فحفزتني على الموضوع فعلا وابتدت ان انا اذاكر واخدت اولى وتانية وتالتة وفيه حاجة برضو اعيزة اقولها ان اللي راح تقدمتلي الورق بتاع السنوية العامة وانا كنت ساعتها قاعد الفراش زي ما بيقولوا لان انا كنت عامل حادثة ورجليه مكسورة رجبتي مكسورة قبل حوالي اسبوع او عشر تيار زوجتي الله يسلم زوجتي اللي خدت الورق وراحت هي قدمتلي عشان نخش امتحن السنوية العامة طيب ده تشكير من اللي جاب اكتر انت ولا بنتك نارمان لا انا والله طب هي ما كانتش بتذكر قد ذكرت وذاكرتوا مع بعض المفروض المعلوم المعلوم اوه جابت كان اه 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 ايها جايبة جايبة خمسة وخمسين ام معلش ربنا ي ربنا ي وفقها اوه معلش ان شاء الله واحنا ما قدمين برضو على فكرة تظلم لان انا في حاجات هي برضو مشاكة يعني روح نقدمنا تظلم برضو في ثلاث مواد اه اه انت حضرتك عايز تدخل كلية الحقوق اه اه يا فندم هو ده انا مجموعي 63 ونص في المية وانا مش عارف التنسيق هل هيجبني ولا مش هيجبني وكانت طالب ان يكون في حالة استثنائية ليا لو التنسيق ما جابنيش ان انا خش حقوق القاهرة وكنت بطالب استاذ وزير التعليم العالي يعني واني انا سمعت ان سيادة الرئيس عفتاح السيسي عامل منحة مية منحة فياريت ان انا واستاذنا في الجامعات في الجامعات الجديدة طب والله ماشي يعني احنا خلينا يعني نناشد وزارة التعليم العالي والناشد الدولة وحركة ناشدة استاذ الرئيس ان يعني ايه تشجيعا منهم لهذا الرجل الطموح متنزلش عن حلمه او متنزلش عن حلمه ان يعني يكون فيه نظرة مش عارف ازاي عشان الاستثناءات بس يعني بس يكون فيه نظرة ولكن خلينا اسألك سؤال بس يا أستاذ محمد حضرتك واضح من المعلومات اللي قالتها ريهام ان حضرتك حاصل على دبلوم من معهد ايطالي اعتقد كده شكلك خريجة دومبوسكو اكيد ايوان مزبوط دومبوسكو مزبوط خريجة دومبوسكو لاننا بالشبرة بس من 40 سنة تقريبا واحنا جران دومبوسكو كون انك انت راجل فني ورجل ما شاء الله قطعت سنوات كبيرة في الخبرة في العمل الفني ما تزعلش مني يعني والفنيين خريجين دومبوسكو الايطالي دي ناس مهرة فإن لي خليك بحتاج سنوية عامة حتى لو خدت لصنص الحقوق مع كامل احترام لصنص الحقوق استاذ عمرا انا حاليا انا حطيت اربع نقاط لنفسي وهم اربع مراحل اول مرحلة اللي هي السنوية العامة وبعد كده اللصنص ونوى ان انا حضر ماجستير م شاء الله طبعا ربنا يدينا طلط العمر يعني السن بالنسبة لي ما هو الا رقم على فكرة يعني ربا حييك يعني فيعني دي امنيتي ان انا اوصل بعد فترة ان انا اخد دكتورات عملت ان شاء الله تاخد دكتورات هم اربع مراحل عدنا اول مرحلة عملت اي اول مرحلة خلصت واتمنى ان المرحلة التانية ان شاء الله عملت اي مع الطلبة عملت اي مع التلاميذ وهم اكيد يعني لفت نظارهم واكيد حصل بينكم كلام لا انت عايزة حضرتك المواقف اللي حصلت قلني المواقف اللي مش قادر تنسيها يعني يعني انا مثلا السناء يعني يعني هرفتكاروكم رائب مثلا او موجه السناء العامة اللي اي فندم يا فندم انا كنت بخش اول سنة دخلت اول يوم دخلت الامتحان اللي موجودين في المدخل للمدرسة كانوا فاكرين ان انا مرائب لان انا دخلت وعديت عادي طبعا روحت اول يوم بدري وروني كده وروني ورقة الامتحان ابص عليها جماعة كده لو سمحتوا معايز ورقة الامتحان بهبت المواجهين كده عملت اي لقد روحت بدت لا ده ده في اكتر من كده حضرتك اه اه اقولي انا اما طلعت طبعا معي رقم الجلوس عادت ادور عرفت مكان اللجنة بتاعتي وعدت ادور على الديسك بتاعي من على رقم الجلوس اللي على الديسك وعدت على الديسك بتاعي فجيت ان المرائب جاء فالاني انا قاعد طبعا بس كده لاني قاعد فراح جايب الكرسي جاب كرسي وقعد جنب مني وقال لي حضرتك معنا هنا قلت له ان شاء الله انا مع حضرتك افتكرك زميل بس انا همتحن اه اه قلت له انا حضرتك معاك فعلا بس انا همتحن انا طالب هل لي معقولة قلت له اه قاعد يضحك وبتاع وعدنا نهزر مع بعض كويس وغير يعني الطلبة نفسهم كانت تعاملاتهم معي يتعاملوا معي على اساس ان انا والد ليهم دا العمو خذ يا حبيبي تعالى جاوب على السؤال دا العمو لا 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 العملية لا 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 حضرتك كده بتودي لا دا كين في يعني على سبيل الدعامة بس والله بتعليمات سيادة الوزير اه اه لا لا فضل تقيدين بموضوع اه التعليمات بتاع سيادة الوزير ان يكون في حزم في اللجان وان العملية تمشي عملية سليمة وانا طبعا باشكر السادي الوزير طيب تمام اكيد شكر السادي الوزير على اساس ان هو اثار 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 ان هو يعمل امتحانات السنوية العامة السنة دي في ظل في ظل الجائحة اللي انا ابتلينا بيا وربنا يرفعها عننا ان شاء الله جميعا يا رب يعني واسراره وان هو قام بعمليات التأمين الشاملة حضرتك انا طبعا انا شفت اللي بيحصل ولمسته بنفسي من تأمين ومن تعقيم ومن بوابات طب خلينا سألك سؤال حاجة فور الوصف وفي الوقت تمام اعزا الك بس سؤال خدت درسه خصوصي او لا مخدتش فضل بصراحة لا لا يا فندم انا بقول لأولاد يا عمتا يعني اني انا الطالب الوحيد في مصر اللي اهله ما صرفوش عليه جنيه انا مخدتش دروس خصوصية اكيد ما اشتريتش كتب خارجية عشان حضرتك ملازم ما فيش اي حاجة انا كل اعتبادي كان على اه يعني الاعتبادي كله كان على كتاب الوزارة كتاب الوزارة بس بس عشان حضرتك تبعي عارف كتاب الوزارة هو كان الاساس بالنسبة لي طب مددش النرمين بنتك دروس ولا هي كان اه هي كان علمي كنت اخدت اه درس انا اخلق لا انا انا في سكة انا في سكة البيت كان شكله يعني اتنين في السنوية العامة هو بيبقى شخص وبيبقى البيت طوارئ اتنين يعني الام كانت عام لايوا اقول لحديك على الحاجة انا 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 ااخد الموضوع يعني ببساطة جديدة لان انا طبعا مش عايز اضغط على بنتي اه وانا مش مع اي ولي امري بيضغط على ابنه في موضوع السنوية العامة دي امور كلها ربنا سبحانه وتعالى مقدرها لان بصراحة يعني انا بشوف ان اولئة الامور بيضغطوا على اولادهم في السنوية العامة جامد والاولاد بيبقى هو حق وليه الامر لانه صرف على ابنه وداله دروس وي 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 فعايز مستني منه المرضود انما انت بتضغط عليه بتوصل المرحلة انه هو ممكن ينهار او يعمل في نفسه حاجة زي ما حصل في البنت اللي حصل معا انا بقى طالب انه محدش يعني ما يضغط على اولاده فانا من النوعية ديت ما بيضغط على اولاده الحمد والله لان اعرف انا اللي بعمله النهاردة ده كان مفروض تعمل مثلا من 35 40 سنة فاته كل حاجة وقتها يعني طالب المدام والولاد وزعوا بعد النتيجة والنجاح واللي عمل ايه انا امبرح كان عيد ميلادي حضرتك كان ستخنوا بعيد ميلادي والنجاح في نفس الوقت انا ما قلت 8 8 فكانت العملية امبرح الاحتفال مشترك عيد ميلادي والنجاح تورطايا وعدنا كلنا مع بعض وبعد كده خرجنا تمشينا شوية ورجعنا طبعا البيئة فالاحتفال كان امبرح مركز كل سنة وانت طايب والف مبروك كل سنة وخبرتك وانت طايب يا فندم ومبروك لبنت حضرتك برضو الله يبارك فيك انا كنت بس اعاوز اطلب من سمعالي وزير التربية والتعليم ان انا اكون متواجد في الحفل بتاع الاوائل بتاع الوزارة طبعا انا مش من الاوائل ولا حاجة بس يعني كنت عايز استثني انا اعتبر ابني من ابناءه على فكرة رغم سنة الكبير يعني انا بعتبر نفسي ان انا ابني من ابناءه ان انا كون متواجد شرف لي ان انا كون متواجد مع اولادي موائل السرور العامة وكان نفسي في حاجة تانية ان انا اشرف بالسلام على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لان فعلا انا اقول لحضرتك انا فعلا يعني مشتاء ان انا اسلم عليه نفسي دي امنيات حياتي امنيات حضرتك كلها على الهوى على الهوى هي خلاص الرسائل كلها على الهوى شكرا جزيلا سيد محمد علي عبدالماطي اكبر طالب سنوية عامة في مصر واكبر متحدي يعني قابلناه بالسنادي في الظروف الكتير اللي عيشناها حالة ايجابية مهمة جدا ان احنا كنا يعني نركز كده عليها لانه فيها معاني كتير قوي اشتركوا في القناة